في خضم الحروب والصراعات الدموية التي تزدحم بها المنطقة العربية منذ بضع سنين أبت المحكمة الدولية الخاصة إلا أن تأتي بلبنان إلى واجهة المشهد العربي ليزداد ذلك المشهد تعقيدا وهو الملتبس أصلا المحكمة الدولية المختصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وبعد 13 عاما من وقوع الجريمة توجه أصابع الاتهام صراحة إلى القيادي الميداني في ميليشيا حزب الله مصطفى بدر الدين الذي قتل بمعارك في سوريا قبل أكثر من سنتين كما لمحت لتورط حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله في جريمة اغتيال الحريري اتهام شخصيات مقربة من زعيم الحزب حسن نصر الله يحمل في طياته اتهاما آخر للحزب وقياداته العليا لا سيما بعد أن ساقت المحكمة أدلة وصفت بالقوية على التورط الكبير لحزب الله ورؤوس قياداته العسكرية في التخطيط وتنفيذ الجريمة الأمر الذي لا شك سيترك أثرا سلبيا على الحزب في الداخل اللبناني وكذلك على الأدوار السياسية والعسكرية التي يلعبها الحزب خارج الحدود اللبنانية التصريحات الغاضبة من جانب قيادي حزب الله بشأن تسييس المحكمة ومحاولتها النيلة مما يسمى بمحور المقاومة تشير ربما إلى موقف الحزب من هذه التطورات الأخيرة بل أن حسن نصر الله استبق إعلان المحكمة عن لائحة الاتهام ليؤكد قبل أسابيع على أن المحكمة لا تعني للحزب شيئا على الإطلاق وليس لما يصدر عنها قيمة تذكر محذرا في هذا الصدد مما وصفه باللعب بالنار وبحسب كثير من اللبنانيين فإن خسائر حزب الله لم تبدأ مع اتهام عناصره القيادية وإنما بدأت يوم أن تحول الحزب من جماعة تدعي الدفاع عن أرض لبنان ضد الأطماع الصهيونية إلى مجموعات مسلحين مرتزقة تمولها إيران لتنفيذ مخططاتها في المنطقة ولو كان ذلك باغتيال رئيس وزراء الدولة التي ينتمون إليها شكرا